السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل استريبس الفريخ بطريقة كينتاكي استريبس لذيذ جدا وتام جدا لو جربتو انا متأكدا ان ان شاء الله حيعجبكم عاملوا النهاردة بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا تقدر تعمليه في البيت بكل سهولة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد على القناة انا سبت الفيديو دوت سبت صوت الفيديو ده علشان تشوفوا وتسمعوا معايا الارمشة وتعيشوا معايا اللحظة لذيذ جدا شايفين؟ شايفين الفريخ مستوية والطحفة ازاي؟ هتتعليم استريبس الفريخ معايا النهاردة يلا نبدأ باسم الله معايا هنا نص كيلو بتقطع سابع نص لامونة معلقة خل وثلاث معالي دقيق والبهرات دي عبارة عن دي مرأة فورية بودر معلقة ملح نص معلقة فلفل اسمر بهرات فريخ كوزبارة نشفة وحبهان وكمان بابريكا وبصل بودر وطوم بودر نص معلقة من كل التوابل دقيقة اللي انا هعملو دلوقتي انا هعمل خلطة صيلة على شير اتبل بيها الفريخ هحط الدقيق دول ثلاث معالق دقيق وكمان البهرات بحط المرأة البودر وكمان البهرات ومعلقة خل ونص لامونة وهخفوهم بشوية مية البهرات بتاعتي اهيه خلطة صيلة دي بقى هتتبلي الفريخ وتخليها زي طعم بره بالزبط هتقول لي حطة ليه المرأة البودر المرأة البودر دي بديل لمكسبات الطعم اللي تتحط بره في كينتاكيو والمطاعم اللي زي دي بره بيحطوا حاجة اسمها ملح سيني او جلوتومات سوديوم احنا طبعاً الاقل درراً والاخف درراً اه حطينا المرأة اللي هي البودر هتديكي نفس الطعم بتاع بره بالزبط تابع معي الفيديو الاخر عشان شوفي كمان لان طريقة التصوية مهمة جداً شوية تركيات وملحظات مش هتسمعيها غير في الفيديو ده على تصوية الفريخ المقرمشة بالزيت فاتمنى كل اللي بتابعني تابع الفيديو الاخر انا كده هنا بدوب آآ الخليط السيل دوت هحط نص لامونة يما احنا شايفين كده نص لامونة هصورها وتكوني متأكدة ان البزر متشال منها عشان خاطر البزر ده بيمرر اي حاجة يعني لو البزر ده لو موجود في ذات بيلة او في اي اكل بيمرر الاكل تمام؟ انا هحط معلقة خل طبعاً معلقة الخل بتضطري وبتساعد عن ان الانسجة بتاع الفريخ آآ تستوي معانا كويس تمام كده بص القليط كده لسيل ولا جامد او تقيل انا عايزيه وسط تمام؟ انا هوريكو هنا بصوا حجم الفريخ الفريخ دي انا مقطعه زي ما انتو شايفين كده انا جايب السدر قسمته بالعرض وحيتقسم معي قسمين كل قسم هقطعه بالطول تلاتة اربعة حسب حجم آآ السدر يعني انا هجيب السدر كده بالعرض زي ما قلتلكو تاني مرة بقوله بقسمه بالعرض وبعد كده بقى بيتقسم معي لقسمين كل قسم بيتقطع بالطول حسب حجم السدر يعني لو كبير شوية هيبقى اربع قطع يعني اصبح كده السدر على تمن قطع يعني هقطعه صوا بقى بالزبط كده تمام دي الستريبس ده حجم الاستريبس او تقطيات الاستريبس انا كده خلاص تبلت الفراخ بتاعتي وقلبتها كويس هحط بقى الغطا بتاع العلبة وهحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين لتلات ساعات مهم جدا انها تقعد شوية هنخش بقى في الرز عالما لفراخ تتبل دول تلات كوبات روز جزرية مبشورة وكمان فلفل الوان قطعه كده من كل لون ملح فلفل اسمر وكمان ارفة وحبهان وكاري فحل على النار بقى انا جيت كده هحط معلقتين زيت وكمان قطعة زبدة حوالي معلقة اه ما تنزليش الزبدة بقى دايريكت على الحل لا اه حطي زيت شوية شوية زيت الاول اه وبعد كده نزلي الزبدة علشان خاطر الزبدة ما تتحرقش وتدي طعم طبعا مش لطيف في الاكل انا بقى على غير العادة هنزل بالتوابل الاول تنكه الزبدة والزيت وكمان التوابل طعمه يظهر هتكرر هنا حطة حبهان بودر وارفة وكاري وملح وفلفل اسمر وحنزل بالخضار مش هلون ولا هدبل انا مجرد بس بديله صدمة بشممه النار بمعنى اصحيح يشم النار بس يسخن بسيط جدا وحنزل كمان بالرز عليهم هشوح شوية الرز بقى الرز بيهم كده انا هشوحه شوية تكنيك الرز دوت يا جماعة والله والله ممتاز جدا ان الرز يبقى سخن والمية تبقى سخنة يعني انا مشغلة دلوقتي الكتل على المية بسخن مية في الكتل علشان خاطر الرز بمتاز سخنه والمية تبقى سخنة مش هياخد معاك اكتر من عشرين دقيق اي رز بقى تعمليه يعني رز ابيض رز الصيادية او رز بالخضار ان لازم تشوحي الرز الاول وتسخني الرز قبل ما تضيفي المية وتكون المية كمان سخنة طبعا انا بقلب بقى انا هتديره تشوحه كويسة جدا وغلب الرز بكل حاجة موجودة كانت في الحلة سواء كانت الخضار او الزبدة هقلبه كويس قوي والكتل خلاص يا المية كده غلت انا هزود مية سخنة اه وعدشوفه دلوقتي ان هو دخل في الغلايان وفي السوق في ثانية تمام انا هزود مية بقى بالنظر كده هو بيبقى سنس طبعا وغير كده خبرة يعني وقفتك في المطبخ كتير بتعلمك حاجات تعمليها كده من غير عيار بالنظر تمام انا حسيت ان هو محتاج مية فزودت له شوية كمان لو مبتدئة بقى زي ما احنا عارفين وعليموا كوبايتين مية وكمان زودي شوية عشان معانا خضار فلازم تزود شوية كمان هقيمت يعني اه تلت كوباية ولا حاجة او نص كوباية خلاص انا هدوقوا بقى هنا هلاقيه محتاج سنة ملح بسيطة فهزودله مهم جدا ان تضوي اكلك بس كده انا ايه زودت له شوية ملح صغيرين خالص بس كده واغطي الحلة واسيبه يغلي حبة وبعد ما يغلي اه يخش في السواء انا هواطي عليه النار واسيبه يستيب راحته خلاص كده هنا الرز اه يعني ضوبك تشرب انا هقلب تقليبة بسيطة جدا بصوا لونه طحفة جدا شايفين الالوان جميل قوي بقى للاطفال مقدرش اقولك على كمية الفايد انا حطى حوالي يعني اه قطعة من كل لون من كل لون فلفل كده خلاص الرز استوى وبقى تمام هديله تقليبة بسيطة جدا واغطي واسيبه على منامل الفراخ هليش بخور مش ببين اللون قوي بس في القديم اكيد باين يعني مع انا هنا الفراخ انا طلع طاعة من التلاجة دي التغطية ده اه الاصفر اللي هناك دوت ده حاجة اسمها كريز بفراخ بيتباع عند اي عطار بيجيب ربع كيلو وكيلو عامل اه اشرين جنيه بيجيب ربع كيلو بخمسة جنيه بيقعد معي الشهر كل معي هنا اه اه برضو هحط اه ظرف مرأة فورية دي كباية اه اه كريزب كباية دقيق والبهارات دي بصل بودر وتوم بودر ونص معلقة اه بيكن بودر وملح وحبهان بس كده يبا نقول تاني دي عبارة عن كباية اه كريزب كباية دقيق معلقة نشا نص معلقة فلفل اصمر ونص معلقة توم بودر وبصل بودر وربع معلقة حبهان ونص معلقة ملح انا قلبت كده انا هنا كده قلبت الكريزب بالدقيق دي كباية كريزب زي ما قلت وكباية دقيق ومعلقة نشا والبهارات اه اللي قلناها مع بعض اه زي ما احنا متعودين معي ان انا بعمل ايد للناشف وايد للحاجة المبلولة او الفياسة وقل عشان خاطر اتجنب التعجينة اللي في الايد بخلي اليمين كده اللي ناشف وبطلع الفراخ من التدبيلة بالايد الشمال تمام حد ابني كده الفراخ ديت زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين كده اه انا بضغط بطريقة معينة ان انا بمسكها كده بين ايدي كلها ما ببطتهاش علشان خاطر اه تطلع القطعة ما ارمشها يعني زي ما تشايفين التكنيك في الفيديو انا بعمل ايه؟ انا ببلفها كده بايدي وبحطها بين صوابعي بين كف ايدي يعني بصوا عشان تطلع ما ارمشها خلص انا خلص كل الكمية بقى بصوا وحتشوفوا مع بعض في الاخر انا كده خلصت مشان ما اطولش عليكم في الفيديو انا كده خلصت الكمية كلها والباقي مش بيترمي ابدا انا بحطه في كيسة ماشي انا بنخله كده عشان اطلع القطع لو في حاجة كده من السوائل بساعد بيبقى في قطع كده تخينة شوية بطلع القطع بنخله وبطلع القطع النعمة وحطها في كيسة وفي التلاجة على طول الزيت ده على نور متوسطة انا هقل في الفراغ اللي بقى قعدة في التلاجة ولا اي حاجة اه ما بيعني مش هتوقع مش هيقع صدقوني مش هيقع ان شاء الله انا بخلص من هنا على طول وبنقلي على طول بنقلي كده بسم الله ونسمي الله كده واحنا بنقلي وان شاء الله بازن الله تطلع احلى فراغ مقرمشة او ستريبس من ايدك احلى من كنتاكي كمان والله تمام انا كده آآ بقلي الفراغ آآ لما تخش تبدأ تخش بقى في السوا حاولي تقليل النار شوية علشان كوتر ما تاخدش له من بره ومن جوه متستويش لان احنا زي ما قلنا ان الفراغ دي متقطع سميكة شوية مش آآ مش زي البنية العادي كده طبقة رفيعة او رؤياء لا هي فيها سماكة سنة سماكة علشان تطلع مستويه معاك ان شاء الله وكويسة ومقرمشة ان شاء الله انت اول ما لديت يسخن جامد حتنزلي الفراغ بتاعتك هتبدأ تلون يعني تبدأ تلون تروحي موطيه النار حبة آآ علشان خاطر تستوي كويس اول ما تلاقيها شدت ومسكت نفسها قوي آآ تبقى كده تمام انا سبتلكو صوت الفيديو لسبب اول ما بتنزلي فراغ نية في النار بتعمل صوت معين لو هتش كده زي ما انتم شايفين اول ما تبتدي خلاص تستوي بتسمعي زي صوت بقبقى زي صوت غليان معنى كده ان الفراغ بتاعتك استوت دي حاجة محدش بيقولها على فكرة انا ما شفتش فيديو بيقولك امتى تعرف الفراغ استوت من صوت الزيت لو اتبعتي اللي انا بقولهولك ده اتعرفي على طول ان الفراغ بتتأكد الفراغ استوت ان آآ صوت الزيت وصوت آآ وشكل الزيت وهو آآ بيغلي على نوع بس كده دي كانت وصفة النهاردة يارب تكون آآ وصفة النهاردة عجبتكم استريبس الفراغ آآ ان شاء الله بإذن اللي تجربوها وتقوليلي في الكومنتات يارب يارب تعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس في الاشتراك وبركاته بس في الاشتراك وأشعروا الجسم